وجه آخر من الفساد المستشري مليارة الدنانير هدرت على دار الضيافة في كربلاء حيث تم هدم المبنى الذي يصل نسبة إنجازه مراحل متقدمة مرات عدة ليترك لفترة طويلة ثم يحال الاستثمار فسوء التخطيط والفساد كان سببا في ضياء أموال طائلة والتي ذهبت على أثرها إلى جيوب الفاسدين والجهات المتنفذة طبعا استبشرنا خير من شفنا تم إنشاء دار الضيافة بشكل جديد وبناء ووصل مراحل متقدمة يعني يبقى بس التغليف أو التشطيب بقى شي بسيط وإذا اتفاجأنا وراها بأيام ورما كملوا البناء مالته الجوي غلفوا دار الضيافة كلها بشادر وراها باوعنا الحفارات موجودة قاعد فلش دار الضيافة زيانا أنتوا ليش بناتوا وكملتوا وصل مراحل منتهية وانا وجهتوا فلشتوها الدموة للقاء ليش والله حاولوه استثمار زيانا حاولت استثمار الفلوس الدولة اللي انصرفت عليها بناءتوا ووصلتوا مراحل فلشتوا للقاء الفلوس اللي اصرفتوها ليش هتبذير تفاجأنا بالليلة وضحاها أن يأتي مستثمر ويدفع جور الهيكل ويهد هذا ما موجوده هنا ويحول إلى الاستثمار دون أن يعرض إلى وسائل الإعلام أو دون أن يعرض للهيئات الرقابية أو التشريعية وبالتالي هذه ظاهرة بدأت تستشري في محافظة كربلا بعد إغلاق البنوك وإيقاف تدفق غسيل الأموال اليوم بدأت الأحزاب والكتل السياسية المرتبطة بدول الجوار بأن تستولي على أراضي أما بطرق قانونية من خلال مناقلات من الوزارات ومن خلال جهات دينية أو بطريقة الاستحواذ أو شراء دور وحقارات أوساط كربلائية عبرت عن سقطها لاستمرار الفشل الحكومي في أغلب المشاريع الخدمية والعمرانية والاستثمارية بالمحافظة ومنها دار الضيافة مطالبين حكومة السوداني بالتحقيق في هذه المشاريع التي صرفت عليها أموال ولم ترى النور بسبب الفساد أين تسأل هنا أين الأموال التي صرفت على هذا المشروع فضلا أن لا وجود هناك الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة لم تخصص إليها أموال وإن خصت فهي تذهب إلى جيوب الفاسدين ولا تحقق شيئا على أرض الواقع بالتالي يوم كشارع كربلاء أكيد هي المطالبات واضحة وبالتحديد لحكومة الشاعة السودانية الجديدة بفتح ملفات الفساد بالحكومات المحلية بالمحافظات وإعادة النظر بالمشاريع الاستراتيجية والمشاريع الحيوية المهمة ومعرفة إلى أين تذهب التخصصات المالية التي تصرف وبحسب المراقبين فالفساد وسوء التخطيط والإهمال الحكومي للمشاريع خلال السنوات الماضية تسبب مضايع أموال طائلة من الميزانية المخصصة للمحافظة لتذهب إلى جيوب الفاسدين ومن يقف فرائهم من الجهات المتنفذة بالسلطة من كربلا طارق طارق الخفاجي قناة الرشيد الفضائية